سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة يلا نبدأ أنا اتزوجت واحد له من قرايبي ولا من جماعتنا شخص بعيد مرة لكن النصيب جابه اتزوجنا ومن بداية الزواج بيننا مشاكل بسبب اختلاف كبير بين عاداتنا وعاداتهم وطبايعنا وطبايعهم وكل يوم عن يوم تزيد المشاكل وقررنا اننا بننفصل وبيننا بنته ولد حرمني من عيالي حرمان حقيقي أخذهم وغير بيته ومدارسهم وحذر كل اللي حولوا انهم ما يتواصلون معايا أبدا وأهلي تعبوا منه لما نشافوا الوضع كذا قالوا بكيفه والله حسيبه وأنا أبغى أشوف عيالي عيالي ودائما أسأل وين بنت صغيرة فين مدرستها وأخيرا عرفت وينها وروحت للمدرسة وكان آخر الترم الأول وكانت هي سنة أولى كانت أولى ابتدائي وكانت أول مرة أشوفها بعد انقطاع السنة والمديرة طلبت مني أني أشوفها من بعيد لأن في تحذيرات من أب والبنت لهم وذاك اليوم بكات لنشفة دموعي بكات من كل قلبي لأنها مرة تغيرت عليها وكبرت أما الولد ما شفته بعد نهاية الترم الأول نقل أبو عيالي من الرياض ورجع المنطقة اللي تبعد ألف كيلو عن الرياض وكل سنة أوسط أخواني يكلمونه عشان أشوفه عيالي وهو رافض آخر شيء أخواني يقالوا خلاصة بنت الناس مو لازم تشوفينهم استودع الله فيهم اللي خلقهم ما رح ينساهم أنا عارفة أن عيالي معززين مكرمين وم أبوهم إنسانة فاضلة وعاقلة وحنونة وأبوهم مرة مدلحهم وده شيء هونها عليا تزوجت وراحت السنين وتوفى زاجي ومعايا منه ولدين وبنت وطول هالسنين وأنا أحاول كل سنة أو سنة ونص إن أبويا يكلموا أو أخواني ويرفض رفض قطعي مرة رافض إني أشوفهم حتى مرة واحد من أخواني كان رايح هو وزوجته وعياله النفس المنطقة اللي ساكن فيها أبو عيالي وقال أخوي دام إني هنا بحاول إني أحل الموضوع معاه وسأل عنه في شغله وعرف بيته ودق عليه قال له أنا قريب لبيتك ومعايا أختي اللي هي أنا كان يكذب عليه يبغى يحجر له وراح هو وزوجته وعياله لما وصلوا بيته طلع عليهم بالسلح وقال الأخوي لو نزلت قتلتك أتصل أخوي بعدها وقال هذا ما عنده عقل بغى يذبحنا فكينا منه يا بنت الناس والشك والله راحت السنين وكبروا عيالي وصاروا في الجامعة الولد أكبر من البنت بسنة دخلت برنامج تويتر ولقيت ولدي حاط اسمه واسم قبيلته لكن ما حاط اسم أبوه ومع ذلك عرفته من شكله ولدي كيف ما أعرفه قلبي عرفه قبل عيوني كتبت له أنت فلان ولد فلان الفلاني قال إيوة قلت ما شاء الله الله يخلي لك أمك وأبوك قال آمين بس أمي متوفية هنا انصدمت أنا وقلت له أنا أعرف أمك فلان الفلاني قال صحيح كيف تعرفينها فرحت أنه تحمس ويبغى يعرف أي شي عني وقلت له أنا أمك وتفاجأ وأضافني بالواتس أمي متوفية وأنا عارف أن أنت ما أنت متوفية بس لأنك رميتينة وما تبغينا وإحنا كمان خلاص ما نبغاك نعتبرك ميتة وقتها قلت له كل شيء وجلس يكلمني والمصيبة أن لهم سنتين ساكنين في الرياض رجعوا لها بس في حي بعيد مرة عننا وجاء ولدي وشفته وسواله أبوي عشاء وعزم أخواني وخواتي وكانت فرحة ما تنوصف صار أطول مني الله لي سامح أبوه والبنت كان باقي على زواجها أقل من شهر قالي ولدي يا أمي الأفضل أن ما نقول لها أي شيء الآن مرة مو وقته عجبني رأيه واستحسنته ورافض ولدي أني أحضر زواج بنتي وقال أخاف أحد يعرفك فيه ويوصل الخبر لأختي وتقرب ليلة عمرها قلت أبداً ما أحد رح يعرفني وفعلاً أعطاني كرتين كرت لي والأختي وروحنا الزواج كنت متحجبة ومغطية شعري ما كنت أبغى أحد يعرفني وما في فوجهي شيء كل ما أحط مكياج أو كحول أبكي ويسيح أول ما خشت القاعة صرت أرجف الله لا يوريكم لما زفوها حسبي الله على أبوها حرمني الفرح والسعادة في حياتي موقف ما ينقال ولا ينشرح الله لا يحط مسلمة في محلي بنتي عروسة زي القمر واقفة تضحك مبسوطة وأنا حتى ماني قادر أروحة باركلها وأحظنها وجدتها وزاجت أبوها واقفين معاها وأنا من القاعة سيدة على المستشفى أنا خفض علي الضغط ما أكلت ولا شربت شيء من الصباح من الحزن والبكة تعبت مرة كثير وولدي كل شوية يدق عليها ما قدرت أرد لين ما ردت أختي عليه كانت الساعة وحدة وقالت له إحنا في المستشفى الفلاني وجاو ولدي بسرعة وكان يعاتبني كان يقول لي يا أمي أنا قلت لك ما ينفع تحضرين الفرح وبعد أربع شهور جاو ولدي وجاب معا أخته موقف يبكي الحجر الله يخليهم لي التمينة بعد سنين من البعد والحرمان وجدتهم مرة كانت حنونة عليهم وزوجة أبوهم كمان كانت جدا حنونة الله يفرحها بعيالها ويخليهم لها أبدا ما قصرت معاهم ربتهم ودلعتهم يقولولها ماما فلانا وذالشي أبدا ما كان يزعلني بالعكس أقل من حقها حملة بنتي وكنت أفكر كيف بزورها في بيت أبوها كان بالنسبة لي فيه نوع من الإحراج ما كنت أحب أتواجد فيه مكان يكون هو فيه كان مرة مشغلني الموضوع وفي يوم قالت لي بنتي ماما لازم نغير الكنب عشان التوزيعات قلت لها كيف بتجلسين عندي قالت أكيد ماما من بيهتم فيني وبولدي زيك رغم أني ساكنة بشقة صغيرة فوق بيت أخوي إلا أنها فضلتها عن فلة أبوها وأبوهم تقبل الوضع ورضى بعد كل دي سني والحمد لله اللي جمعني بعيالي لكن أنا ماني قادرة أسامح أبوهم أحس بغصة وقهر على السنين اللي حرمني منهم بدون أي فايدة وفي النهاية رجعوا لي ما أستفاد أي شيء ومن هنا أقول لكل أب لا تحرم الأم من عيانها لأنك ما رح تستفيد أي شيء غير الدعاوي وإنها تتحسب عليك في النهاية هذه أمهم وعيالي دايما يقولون ماما حلل لأبويا لكن أنا ماني قادرة خاشتها له اليوم القيامة نوقف أنا ويا قدام ربي ودي أخذ حق كل ليلة اختبارات كنت أبكي وأدعي لهم كان ودي يسمعوني وكل أيام شهادات أدعي ربي ينجحهم وأتمنى أعرف نتايجهم وكل عيد مر علي وأنا أتمنى أشوفهم كشخة العيد كنت دايما أتابع النشرة الجوية وأشوف الطقس بالذات أيام الشتاء وأخاف عليهم من برد الشتاء لكن أنا مكان لحيلة ضيع سنين من عمري وعمرهم وبس الهين كو وصلنا لنهاية فيديو اليوم إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة موقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معكم رون سلام